اشتركوا في القناة في التواصل الاجتماعي وحتى في تبادل العيدية أو بين الأهل طبعاً إحنا العيدية مثل ما الكل يعرف استانسون فيها الأطفال بتبادل العملة النقدية ولكن إحنا لاحظنا العام الماضي بثقافة الناس واستخدامهم لتطبيق Benefit Pay في شركة Benefit بدأت الناس تستخدم خاصية الـ QR في Benefit Pay ويتبادلون التهاني هذه العام وبسبب ثقافة الناس وعيهم بالثقافة الدفع الإلكتروني أو التحويلات الإلكترونية انتوقع أن العوائل والناس في البحرين يستخدمون خاصية الـ QR في Benefit Pay لتبادل العيادية في ذات السياق أعلن نفعي أنه بمناسبة عيد الفطر السعيد أطلقت شركة Benefit حملة ترويجية على موقعها في الانستجرام من خلال اختيار مجموعة من مستخدمي الخدمة لتاحة الفرصة لهم للفوز بالعيدية لإدخال البهجة والفرحة على نفس الأطفال في الحقيقة لاحظنا الإحصائيات تبين مدى وعي المجتمع البحريني يعني اليوم وصلنا إلى أكثر من 120 مليون دينار شهرياً أكثر من مليونين ومائتين ألف ترانزاكشنز تحويلات وهذه كلها مبالغ صغيرة يتبادلونها الناس بشكل يومي وبالتالي نحن نتوقع العيادة إن شاء الله ستكون كثيرة ومميزة في هذا العام اشتركوا في القناة